انت خزلتني انت معملتش اللي اتفقنا عليه وتيبتدي تقوله انا قلتلك من البداية واتفقتي معاك انا محتاجة اب ابس انت جاوزتي وانت وفقت على الدور ده والتعويض ده بيكون عند المرأة اكتر من الرجل لان هي بطبيعتها بطبيعة المرأة حالها اكتر تعبيل عن احتياجاتها من الرجل لذلك نجد ان الزوجة هي اللي بتطلب من زوجة هيقوم بدور الاب معاها اكتر منلاقي الزوج لكن برضو احنا شفنا الزوج اللي بيطلب من الزوجة انها تقوم معاها بدور الام لانه هو متعلق بامه جدا وايه اللي حصل وان كان بتتوقع منها انها تقوم بهالطرب دوت لما يكون هو منطبط بامه وبيعتبرها هو النموذج المثالي للمرأة وده ممكن يكون ليه رد فعلي عنيف على فكرة فبينلاقي الزوجة تحرض الزوج على امه وشايفة انها السبب في كل المشاكل اللي هي في حياتها لانها شايفة ما يشايف غير امه والزوج ممكن كمان لما تكون الزوجة عايزة يبقى اب يتكلم بشكل وحش عن والدها والد الزوجة لانه شايفة هو سبب كل المشاكل لانه افقده وجوده ودوره في الحياة يا سيدي احنا كده بنفسد الادوار والله سبحانه وتعالى حذرنا ان احنا نفس الادوار فعلى عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم لما يحصل ده يحصل مشكلة كبيرة في الحياة فزوجه بيبقى من جواه بيحكم على اداء زوجته ومدى نجاحها بالاقتراب من نموذج والدته لكنه مش بصرحها هو طول الوقت شايف ان امه هي نموذج المرأة الكاملة وبتعامل مع مراته بيحسبها على ده فاي تقصير عن تصرفات امه بيعتبرها ان هي من الزوجة كفئة ونفس الكلام في الزوج زي مثلا ترقتها في الاعتناء بيه وحننة وترقتها في الطبخ وتنظيف البيت وتحوش الفلوس ورعايتها للابناء في الحقيقة ده يعتبر بشكل او باخر خلل عند الشخص اللي بيطالب شخص اخر ان هو يقوم بدور مش دوره فلو الزوج هيكون اب فازاي وامتى هيكون زوج والزوج اللي بيوافق يقوم بالدور ده مش بالضرورة يكون فاهم ان ايه المطلوب منه وممكن يكون على فكرة فاكر ده دور بسيط رجالة كتيرة بتقول اه ده دور بسيط اعمله كده في بعض الاوقات وبيوافق عليه لكن بيفاجأ بعد كده ان هو بيصف زوجته بانه هي متدلعة وانه مش عارفة تكون ست وبيعتبر ده نوع من انواع الصدمة الانسانية بالنسبة له هو كان موافق فاكر ان ده شوية دلع من زوجته وانه اكيد هي ما تقصدش ان انا بقى اب كل كل مقصدها ان هي طالبة شوية مشاعر زيادة وساعت على فكرة بيترطب ده وبشكل كبير جدا جدا على الخلل في العلاقة الخاصة لان محدش بيعمل علاقة خاصة مع بنته هي متصورة كده انت بابايا لكن مش ممكن يكون كده ويتفاجئ بعد كده الزوج ان هي فعلا عايزها صورة صورة تبقى الاصل من والدها شخصيته وطبيعته بس هو طبيعته مختلفة وشخصيته مختلفة فبيشعر انه واقع محدود تحت ضغط ضغط ايه الابتزاز العاطفي الزواجي ودي ظاهرة بتنشأ على ضفاف اختزال الزواج لما يلاقي كل شوية بتقنب ابوها وتقول له انت خزلتني وانت كو وانا كنت واضحة معاك من البداية وما خدعتكش لكن انت خدعتني وقلتلي هتعرف تكون لي اب التحدي هنا ان الزوجة والزوج مش بيكونوا شايفين ان هم غلطانين هم شايفين ان هم في طلبهم ده بيطلبوا شيء مشروع فبيشوفوا ان هم من حقهم نطلب وهو لا ايه ما يقبل لا ايه ما يرفض وكل واحد يروح لحاله ويدور على شيء حياة يقدر يقوم باللي هو محتاجينه ده غلط ده تفكير مخطئ في الحياة الزواج زواج مش بيكونوا فاهمين ان هم طلبين شيء خارج المنطق كان في حد قرر ان هو عايز عصير فراولة فاشترى خوخ وعصره ومستغرب جدا ان هو لقى عصير خوخ مش لاقي عصير فراولة هو مش طبيعي ولازم نفهم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعامل السيدة عائشة ويدللها كان بيدللها كزوج مش كأب فلما كان بيسابقها ولما خلاها تشاهد له بالأحباش ولما كان بيسيبها تلعب بأفرصها اللي هي بجناحين اللي كان بتسميها أفرص سيدنا سلمان كان بيعمل كده عشان يدخل السعادة والبهجة على قلبها ويفكانة في الزوج فهي الزوجة المحبة وهو الزوج المحب اللي مش بيحلم زوجته من شيء بتحبه فمن الاتزان ان احنا نفهم ان كل شخص له دور يقوم به في حياتنا وامطلبته بدور مش دوره هو ظلم لي مش ظلم لي بس هو ظلم لي نحنا كمان لأنه ومكلفه الأشياء غير طباعها ده حد بيكلف الأشياء غير طباعها حضرة النبي في بعض الأحيين لما لقى الناس بتستخدم مخلوق في غير اللي خلقه وقال ما لهذا خلق البناء قدمين مش لهذا لأننا مش هنعرف نوصل للتوقعات غير المنطقية دي اللي احنا حطنا واللي احنا حطنا شرط ان احنا نحب ونتحب شكرا للمشاهدة